في ورق حلو وأكنه في نتيجة امتحان عم بتفرحك عم بوصل لك الخبر الصديق ببين إنه بخبرك في نهاية عم تنهل هاي المرحلة على خير وعم بتبلج المرحلة اللي بعدها عم بتواصل لحياتك إذن بعد الدراسة بشكل حلو عم بتكون كتير واقعي كتير ناضج هاي الفترة عاش لك يعني أقصر الطرق وعم تبدل جهد أقل في إحراز نتيجة عالية فعم بشوف الحظ كتير معك برج الحوت هاي الفترة يعني بيقول لك امشي وكل شي تمام إذا كنت عم بتفكر في مشروع جديد بيقول لك شوي أجل أو شراء مثلا ممتلك معين بيقول لك أجل شوي وكون متروي لأنه كأنه البيت اللي بدك تشتريه أو المشروع اللي بدك تدخله يعني بحتاج لك كتير رأس مال فبحكي لك أنه تروى في هاي الخطوة لأنه ممكن تتعرض لأشخاص في البيو هموك لكن أنت عم بتكون كتير قوي وعم تكشف يعني الصالح من الطالح زي ما بيحكوها المنيح من المش منيح عم توصل لمرحلة أنك وصلت من القوة بالقوة أنك تقدر تعرف اللي قدامك بشو عم بيفكر فيك في بداية جديدة بالشغل وأكله فرصة عمل جديدة خاصة للأشخاص اللي ما عندهم بالشغل خلينا نشوف إذا فيه سفر أو لا للناس اللي بستنوا السفر لأنه فيه ناس كتير بتسأل عن سفر فخلينا نشوف شوف أنت كتير محتار بين أنك تضل البعض منكم طبعاً مش الكل القراءة يعني مش منطبقة على الجميع قراءة عامة فعم بشوفك كتير محتار بين أنك تضل وأنك تروح بس أنا بنصحك أنه تروح لأنه البلد اللي أنت فيها الباين أنه ما فيه كتير رزقة فيها التعليم للأطفال ما عم يكون زي ما أنت بدك أو عم تختار مستقبل أفضل لأطفالك فلذلك عم بتفكر بالسفر المهم تفكير بالسفر أول شي عم بتكون كتير محتار بس بالأخير رح تسافر بالأخير فيه سفر سفر قريب مش بعيد يعني ما رح تستنى كتير ما رح تستنى كتير رح يكون فيه سفر حلو ورح تكون فيه رزقة بالبلد الجديد وفيه بداية جديدة وأنك عم بتعيش لأول مرة أو عم بتعيش حياة أخرى بشخصية أخرى حبيبي بعد السفر يعني فيه تغيير بالشخصية من بعد السفر خلينا نشوف الأشخاص العزاب يعني القراءة العاطفية بالنسبة للعزاب إذا كنت أعزب من برج الحوت فيه فيه احتمال كبير لبرج الحوت إنهم يبلشوا حياة جديدة ينهوا مرحلة ويبلشوا مرحلة جديدة مستعد كتير لاتخاذ القرارات مع إنه الحوت كتير بيدرس المواضيع قبل ما يقرر لكن في هاي الفترة عم خلص وصل من الملل درجة إنه عم بيكون سريع باتخاذ القرارات عم بيكون فيه بالطريق طاقة سلبية أو حسد أو فيه شي موقف الموضوع بالأكتر رح يكون حسد يعني مش شغل كبير اللي هي سحر أو لا هي بس غيرة وحسد بين بعض الأشخاص وعم يوجهوا طاقة سلبية لإلك عم بتأخر هاي المواضيع أنت عم بتحاول تخدفي عن هدول الأشخاص يعني أنت كاشفهم وعارف كل شي عندك بصيرة معينة أو مكشفت إلك أسرار بتخصهم ورق فيه انتظار خلال الفترة الماضية لحد ما وصلت لمرحلة اللي هي الياس بفترة اللي هي فترة شهر تموس ممكن إنك تقابل شخص لكن طيق اللي راح ترفضه ما بنصحك إنك ترفضه بنصحك إنه تعطيه فرصة لهذا الشخص حتى لو مش نبين عليه الجدية لكن هو إنسان من داخله إنسان متوازن نبين إنه ممكن يكون مائي ممكن يكون ترابي أو ناري أسد قوس ممكن يكون إذن هذا كان بالنسبة للعزاب بنشوف للمتزوجين إذن بالنسبة للمتزوجين من برج الحوت كيف الأمور عم تكون في شهر تموس وعم يكون في حمل ولا لا اللي عم بيستنوا حمل على الطريق خليني نشوف فيه ولا لا بالنسبة للعلاقة بين الزوج والزوجة عم تكون حلوة عم يكون فيه تفاهم عم بيكون فيه اللي هو استقرار ما فيه ما فيه اللي هو سعادة كبيرة أو حزن كبير اللي هي الأمور العادية ما فيه تغيير كتير مبين بالورق شوية أخبار هيك يعني عم بتنقص شوي لكن بتهيالي أنه متعودين أنتوا على هذا الموضوع وأكنه فيه تدخل من الأهل نوعا ما أهلك أنت أو أهله هو في علاقتكم فتعودتوا على هذا الموضوع وأكنه الشريك أو الرجل في العلاقة ما عم أو حتى المرأة ما عم تقدر توقف الأهل عن التدخل في العلاقة لكن هذا لا لا يؤثر أبدا ما عم يؤثر أبدا شايف الأطفال يعني حلوة ووضعهم حلو البيت حلو العلاقات عادة يعني جيدة ما فيه انفصال شايفة فيه حمل ويمكن يكون حمل بتوقن شا عارفة بس فيه حمل للناس اللي بيستنوا حمل ممكن يكون فيه شهر تموز احتمالية كبيرة عم يكون فيه ترميم للعلاقة وتجديد للعلاقة فيه شهر تموز بالنسبة للمتزوجين خلينا نشوف المرتبطين اللي هما مش متزوجين ولا منفصلين اللي مع بعض كيف ممكن يكونوا فيه شهر تموز او شونية الشخص المقابل ناحيتنا لبرج الحوت وكأنه الشخص اللي معك مش تمام عم بيحاول يغير من حاله يحسن من حاله عم بيحاول يتطور لحتى يوصل لمرحلتك انت او لحتى يليء فيك عم بيحس انه انت افضل منه لذلك بدي يشتغل على حاله لحتى تقبل فيه او يكون على نفس المستوى او مستوى متقارب منك وكأنه انت اكتر منه مال او في ناحية من النواحي اكتر نجاح في العمل عم بتكون متقلق في هاي العلاقة عم بيفكر فيك بشكل جدي لكن شايف حاله هو انه مش مناسبة هاي الفترة بالنسبة له لسه مصر الوقت اللي بقدر انه يكون بمثابة اللي هو انه يستحقق فاكتر اشي هاي الطاقة مسيطرة على تفكيره عم بيحبك كتير خب كبير والباين انه هو عم بيحبك اكتر ما انت بتحبه اذا لبرج الحوت المرتبطين خلينا نشوف المنفصلين من برج الحوت طبعا مش اشهر من اشهر تاركين مش من اسنين راح نشوف اذا والقراءات ممكن تكون عكسية وما بتنطبق على الكل لانها قراءة عامة مش قراءة خاصة فما تزعلوا اذا ما انطبقت عليكم ممكن تشوفوا حدا تاني يعني بقرأ تارك ممكن تزبط معاك القراءة وتكون الطاقة واصليت له خلينا نشوف للمنفصلين كيف عم بفكر فينا الحبيب شوف الحبيب مش تاق في شو في شغف في بس ما في توازن في حياته يعني وكأنه خرب التوازن اللي كان عنده بس كيف عم يشعر ناحيتنا مترقب حاطت كل اشي وراه وعم براقب يعني ما عم بيركز في اشي معين نتيجة انه مركز فيك انت اكتر من اموره هو بانه يحل اموره انت عم تكون شخصيتك كتير قوية وقت الرجوع اذا هو ناوي على رجوع لكن انت اللي رح تكون بايدك الاتخاذ اخر قرار اللي هو قرار انه ارجع او لا نرجع او لا فعم تكون كتير مش قاسي لا كتير قدل قدل موضوع عزبك هذا الشخص فيما يعني فيما سبق لكن انت الآن عم بتحاول انك ترد العين بالعين والسن بالسن زي ما بحكوه والبادي اظلم فهو بدأ في الشهر في الماضي وكأنك راجع لكن راجع بشروطك راجع في بدك العلاقة تصير جدية اكتر في مستقبل العلاقة ممكن يكون في مستقبل اذا هو اشتغل على حاله او انت ممكن تساعده في انه يشتغل على حاله اكتر اذا للمنفصلين في كتير نسبة رجوع كبيرة بالنسبة لبرج الحوت بهنيهم قراءات كتير حلوة كانت خلينا نشوف اذا في اذا في مصيحة ممكن الاوراق تفيدنا فيها لبرج الحوت حبايبي نصيحة حلوة انا فهمتها واكنة انه بيحكي لك الوراق استعيد شخصيتك القديمة انت تغيرت كتير في السنوات الاخيرة وهاي التغيرات اتسببت في انك شوي رجعت لوراق فبيقولك ارجع لأصلك ارجع للمهارات اللي عندك جوا في داخلك لشخصيتك القديمة لطفورتك استعيد هاي المشاعر جدد مشاعرك على قد ما انجرحت بيقولك افتح صفحة جديدة لانه الخير فيه خير فيه اشياء حلوة عالطري فبيحكي لك ما تتيقص لانه اذا رجعت انت زي ما كنت بالحماسة اللي كانت يعني الطفل بيكون اللي بيحبوا بيعملوا ما بيفكر انه مثلا عواقب الامور وبيعقد الامور لا بنبسط في اي اشي ممكن يعملوا اي شي يعني اي لعبة اي كذا بيختارها خلاص بدوا اياها وكتير بينبسط فيها اللي هي فرحة الاطفال فبيقولك انه ارجع لهاي الطاقة نشوف من الورق الثاني اذا في نصيحة كمان لبرج الحوت نصيحة من الورق او من الكون ممكن تكون لالك بيقولك ما تخاف العدل موجود قد من ظلمت العدل رح ياخد مجرى هذا الاشي باكتر من ورقة بيّن فيه مستنيك شخص حلو يعني فيه بيت وفيه شغلات بيقولك انسى الامور اللي عم بتكون يعني مش موجودة على ارض الواقع انسى موضوحها اتعامل بالواقع فقط واتخذ القرارات عند يعني بالوقت المناسب ما تتأخر ما تفكر كتير وتهلك حالك في موضوع التفكير والاخذ والعطى كون اسرع باتخاذ القرارات وانك تلقط الفرصة بسرعة قبل ما ياخدها غيرك كون سريع بالفترة الجاية لانه برج الحوت من الابراج اللي نفس الوقت انه عندها عواطف وكذا لكن بتحسب الامور بشكل منطقي اللي هو كتير وبتدرس التفاصيل وبتاخد وقت عشان تاخد القرار فبيحكي لك انه لا هاي الفترة كون متروي في اتخاذ القرارات لحتى تكون قراراتك سليمة واستشير الناس اللي اكبر او اصحاب الحكمة اللي عم بيكونوا حاكمين اكتر منا اذا وراء يعني حلو كتير للحوت شكرا